ما يعرف على مستحضرات التجميل أنها كانت حكراً على النسوة فقط فهن من يبحثن عن الجمال عادة إلا أنه في السنوات الأخيرة ومع التطور الحاصل في مجال الطب التجميلية والانفتاح على العالم أصبح الرجل منافساً قوياً للمرأة في التهافت عن مستلزمة التجميل خاصة تلك التي تعتني بتصفيف الشعر والعناية بها هنا في ولاية البوليدة كانت وجهتنا نحو أحد محلات الحلاقة الخاصة بالرجال وقفنا هناك على الإقبال الكبير للشباب على مادة الكيراتين لترطيب شعرهم والحصول على التسريحات التي يرغبون فيها كيراتين هذا اللي يجعلون يديرون وحده شباب يحبسوا شعرهم ليشي شباب اللي يشعروا شباب وهذه الموضة جديدة ويجعلون الحصول على شعر أملس حريري أصبح هوس الشباب الوحيدة حتى وإن كلفهم الأمر دفع مبالغ مالية معتبرة هي أمبوسيب ديلا كيراتين وحده بسك شعر كنحرق سما لازم ديله صورة بروتيكسيون منها يسقام لك ما لبيش كيفا نقوله مينيمو مليون زي ما بيش ديلا كيراتين ومننا بصورة نقوله مليون هو يوصل حتى دو مليون بالكثر غالية التحفيفة هذي حفوها ميو وميو وخمسين غالية التحفيفة ما كاشوض قليل يحففك ديلا كيراتين ديلا السيشوار صوالح بشي قعد شعرنا شبابا كامري ظاهرة الإقبال على محلات ومسلزمة التجميل تزداد بمرور الوقت لدى الشباب وحتى الأطفال أثحت تستهويهم الفكرة وتثنيهم عن تفكير في الدراسة وأمور الحياة الهادفة